بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الرسالين مرحبا بحبابنا حساتكم اليومية مائدة رمضان من الخميس حتى لنهر يوميا الجمعة من الخمسة وربع حتى الستة كونوا فقط أنتم في الموعد نحن نبدأ بالخبز الخبز خبز صغير محشي بجبنة مداريلا المقادير الخبز هذا هو محشي مرحبا بها أهلا وسهلا شرفتي اللايب هنا لدينا 1 كغ فارغة نقطع نوص نقطع نوص نقطع نوص نقطع نقSU نقطع نليد نقطع نقص نقطع نقص ب LSF Z Lambda لا أبدأ نقطع نوف ملعقة كبيرة ملح مأدافة نجمع بها العجينة نعود المقادير كيلوة الفارينة فارينة معدنوس ثوم حبا بيت زيتون حليب بودرة ملعقة ملح والمدافي قبل أن نضيف الملح نضيف زوج مغارف خمارة الخبز و زوج مغارف سكر خمارة الخبز و زوج مغارف سكر نضيف العجينة بالمدافي حتى الحصول على عجينة طرية يجب أن تحصل عليها طرية طرية ملح تكسر العجينة ثلاث مرات نحتاج هنا هذه العجينة و شبنة موزاريلا تباع في المحلات هنا يجب أن تجد جبنة موزاريلا التي تجد طرية تجد شبنة تجد جبنة العادية خماج بلون تكويرها كوريات و تجدها بجلب تضيف العجينة و تبدأ تقرص فيها كما المسمى و تجد جبنة و تجد جبنة هنا نحتاج قوالب القوالب التي تطيبون فيها كابكايك و الأشياء التي لديك مهمة كما تغطيتهم أنا لديك سنيوات و فيهم فراغات لغم المبلغة لديكم إن شاء الله إذا لم تكن كامل تدهن القوالب مليح بالمارغارين و من بعد تبدأ تكوير في الكوريات هدوك كشورك يدين في المسمنة القطعي و الدخلي داخل الكورية جبنة موزاريلا التي كورتيها و نخلطي لها جبنة ضيضة كر العملية لكل الكوريات كل كورية تتحق في مكانها مع انتها في الفارغ هداك تمسح من فوق بصفار البيت زائد حليب ثم ندرد عليها من فوق زيتون إيفيلي و المعدنوس هدوك تتحصلي على الخبز التاعك الاروح و يجي خفيف و يجي رائع بعدما يخمر يطيب على درجة الحرارة 180 دراجة مدة الطهي تقريبا 20 دقيقة 4 ساعة تحملك خرجه و خليه يبرد قدميه للعيلة شي طيبة بالتوفيق إن شاء الله موسيقى نعم 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 ندر الريحة نعم 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 ثم نيركل نعم نضع ملعقة صغيرة سمنة ونبدأ نقلي في هذا الحم المقطع صغير أصغر هنا توجد الخضر الخضر تسحق القرشة زرودية قطع صغيرة قطع صغيرة ليس كبيرة ولكن لا تصفي قطع صغيرة تشبه من صالة دوغي صغيرة كما الماييس القرشات نحتاج الجلبان هذه الخضر منها تقريبا 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 إذا كانت لديك شربة بعد أن تقلي الحم بالبصل والثوم نضيف الخضر جلبانة زرودية ونضيف القرشة ونضيف البطاطا مكعبات صغيرة نضيف ملعقة طماطم مصبرة وزوج حبات مرحيين وزوج حبات طماطم مرحيين قطع صغيرة ونضيف حبات طماطم ونضيف حبات طماطم مع نعناع مربوطة مع قطع صغيرة وقطع صغيرة وقطع صغيرة تقلي وتمرق الشربة مرقتي الشربة في الخضراء الله الله عليها هنا ما سأضيفي؟ تابعوني مليح هنا لديك لزيبيس تتبيل الشربة لديك غير ملح وفلفل أسود وكروية ثلاثة ملح فلفل أسود وكروية دعوني شربة طيب في الأخير سوف ترميلها سوف ترميلها لسان الطير لسان الطير قيس نصف فنجان أو نصف كاستعلتي ما يعادل زوج مغارف زوج مغارف لسان الطير فقط كيف ينفرق بين كليتلي و لسان الطير لسان الطير لسان الطير يأتي كما زريعة البتيخ هنا تتجمر لسان الطير نرميلها داخل الراس حار وعصر ليمون شربة خفيفة تهبل خضرتها صغيرة نعاود خضرتها صغيرة نعاود لكم غيب العقل لحم قطعة صغيرة جاج والحم قطعة قطعة الاختيار تجلب وضع تقدم نالي نعود لكم احبابنا في كل مكان نكملوا مع بعض الشريبات عن اليوم التي قلت لكم ما تتصفى ما تترحى رائحة طربي شريبة خفيفة وانتي تهنيتي لكي لا تعاوديش تصفريها فقط هنا خضرتها تجي كل شي صغير صغير كيمة ديري الماصدوان ولا ديري صلاة ديغي هنا نحتاج طريفات انتع الحم وجيش مقطع قطع صغيرة جدا لا تتديش بالزافير بمئة غرام مئة غرام تقطعها قطع صغيرة جدا وتحطيها في قدرة معها حبة بصل مفرومة مع سنينة توم هنا تحتاج مغيفة صغيرة انتع اسمن نسكا ستعلتي زيت نقلي هدك اللحم مع البصل ونضيف له باقي المقادير اللي هي زوج حبات زرودية زوج حبات قرعة مقطعة مكعبات صغيرة كشغل بغي ندير بها سلاطة هنا هذه الخضراء المقطعة صغيرة سنضيف لها تقريبا كاس تعج البانا نقلي ونمليح مليح ونضيف لها زوج حبات طماطم مرحية مغرفة طماطم مصبارة ونضيف لها المسخون تقريبا زوج الواتر نجد شريبة تغلي ونظيف لها بليزي بيس ليزي بيس توجه عندها تلت حويج عندها فلفل اسود والملح والكروية نضيف لها قصبر ونعناع نقطع والشيء لاخر مربوط بعد ما تطيب هذه الشريبة ستضيف لها راسة على الحال وتعاقديها بنسكة ستعلتي لسنطير ما يعادل زوج مغرف خلي شريبة تتجمر وتتعاقدي بهذه السنطير تقدميها للعيلة مع القارس تاكميها ان شاء الله بالصحة والعافية ان شاء الله نعم كانت البارح زميلتكم واختكم اللي طلبت مني الحريرة ونحن دائما في الخدمة بالنسبة للحريرة نحن نضيف مع بعض نوع اخر هنا سوف نضيف مع بعض نوع اخر شوفوا معي ما فيها الخضراء بثث هنو شرح نضيف قطعة الحم بسامة تكون قطعة قطعة صغيرة كلمة عقبين تكون هكذا قطعة كبيرة نضيفها في قطعة معها كست علتة زيت وحبة بصل نضيفها هنا كلت حبات شازر حبة صغيرة باطاطا ثلاث حبات اطماطم ثلاث حبات اطماطم هنا شوفوا معي مليح مليح هنا لا تدري القرجات القرعة لا تدخل في الحريرة لا تدري لها قرجات لا لفت عندها غير الباطعة وطماطم وزرودية تقلي مليح هذه الخضراء ثلاث حبات ثلاث حبات ثلاث حبات مليح ثلاث حبات مليح نضيفها نحن نضيفها مليح مليح نضيف ملحة 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 ثم نعقدها بالعقدة نضيف ملحة ملحة مكعب غذائي ذوق دجاج نضيف ملحة 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 ثم قدمها للعائلة مع القارس تاكليها بالصحة و العافية إن شاء الله نخل الطبقة الرئيسية عنها اليوم الزبزبزب دراها مع المتربسين في المدرسة سنقوم بمجرد بجربة كامل يحبتكم فقط تشاركوا الوصفة و تجربوها ان شاء الله نحتاج الزوج ربطات السلق و تفوره و تطيبه مباشرة وتحمصيه بشوية هريسة و الثوم ملح في الفل اسود و لا يمكن فتره إلى ملح نعود الزوج ربطات السلق حسب الحجم تقطع قطع الصغيرة و نفورها نعصرها قليلا و نحمصها بالهريسة والثوم و ملح فلفل أسود قليلا و نجعل هذا السلق بجنب نحتاج كذلك كما تحبت بطاطة فورها فور بالثوم والملح و نعبذها و نضيفها مغرف زبدة و نضيفها في خماج بلع لازم تكون ملحية مليح و خفيفة و نضيفها بالجبن نضيفها بجنب كذلك تحتاج تقريبا 200 سيكوند غام شاورمة مرحية تقدري تضيفها بلا فيونداشي هذه الشاورمة المرحية تبليها نضيفها ملح فلفل أسود مع دنوس و ثوم و حباب بيت نضيفها 200 سيكوند غام حتى الترواصن ملح فلفل أسود و ثوم مع دنوس و حباب بيت نضيفها في مقلات هذه المقلة تعزيت تتحسل على الشاورمة المفتة الشاورمة المفتة خليها كذلك بجنب ما لديك من المرحلة؟ ثلاثة نحتاج لهذه المرحلة كذلك ثلاثة ثلاثة نخرجوهم رشتة في آلة التوريق و نخلوهم كذلك بجنب سوف تذهب لعملية المونتاج نشد بلاتة على الكوشة تستطيع أن يدور كما تستطيع أن يدور كاري يكون مدهون بالمارغارين و ندرد من فوق لشابلوغ لكي لا يلزق نضيف هذا السلق و نضيفه و نضيفه و نضيفه 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 إذا مضيفه نضيفه نضيفه حق البيض لكي لا يضيفه نضيفه نضيفه و نضيفه فتح وجده والتهاء بجنب وقضيت طبقة يستطيع أن نضيفه ما بين الطبقة والشاعر ملفوء كامل يريد تغطى بالشعر التي هي كيكسفاكيتي هذه الديول تخرجيهم في ألف توريق كيكسفاكيتي كيرشتا تعمرها ملفوء لدرجة متبع لبطاطا الذي يرى القغاتة يحسبه بسطيلة ويحسبها مغلف كامل في الديول وهو قغاتة على 3 طبقات ملفوقة الخيوط الخيوط يخرج لك طابق يهبل وما يقول لك جاء ماشاء الله صباح وعجبهم كامل مطربسة انتو متاني حابين نشاركوكم الوصفة وتجربوها لانها خفيفة وضريفة وما تكلفك غزاف 3 طبقات بطاطا وانتي عشيتي العيلة السلق راها معقول جدا شاور ما كذلك راها معقولة جدا في متناول الجميع تشاهدكم في الجنة وتاكلوا بالصحة والعافية إن شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سناح ذلك لديك الوقت اتنحي وفو وركبه نحتاج الوقت نضرب الم three وعندها الباتر تستعين بالكروشيات نضع 1 كيلو تاعة الشيشة وارطلتها على السكر زوج مغارف كاكاو نضع كاكاو من الأسود ملعقة فانيليا كبيرة ورشة ملح نضوره بالكاكاو حتى يتخلط السكر مع الكاكاو وتشيشة نعود 1 كيلو تاعة سميد نضع كبيرة جدا لا شيء متوسط في العلبة مكتوب خشل كما تفتح العلبة تجدها نغمال لا يوجد كبيرة جدا اضطلتها على السكر وزوج مغارف كاكاو ملعقة فانيليا ونضعها رشة ملح تتخلط بالكاكاو ملح ملح ونوجدها كوب كوب المزهر وكوب الزيت نضع ملح مع بعض ونضيفهم عند البيتخان ونضعه نضعه نضعه 40-30 40-30 نضعه بلدان زائد الماء لا يوجد خالط بين السمن والماء نضع الخالط ونضعه هذا قلب الوز يأتي معه لكنه يكون يضعه عنقك بالوز ونضعه طبقة يكون ما في الفقاكة لا يكلف الله يريك إلا أسعه الان لا يوجد الى ماء أستعانة في الكوكو أسمعه طبقة ملحة كو الباق غطيه كامل وذلك ونضعه في الكوشس وجضعه اضطله الماء وضعه 3 اسم كي يبدأ يغلي نرمي عليه العبر الكرامل الكستري كرامل و البطاهم كرامل اليوم يكمل 10 دقائق عيام نطفي عليه النار و نضيف له كاس تعلاتي مظهر نوجد الشربة التاعية نضيف تحتها الماء بارد لكي تبرد يطيب القلب الساعي تشاهده بالي طعب هداري كل خلق لكي تشرح لونه ماغو تحسبه التحرق هو ماغو تسكع له شوكولة يجب أن يصبح عنوان الوصفة بالشوكولة سوف تجد ان تصبح لديه ماغو و ماغو لم تحرق لن تحرق ماغو بالشوكولة يجب القلب الساعي تشمي ريحته في الكوشة شربه بالشربة كمليها كامل في البلاطون تجد قلب الساعي تشرب والله ستكون يهب لها صحيحة جمع و يجب ان يكونوا بالتوفيق إن شاء الله هم هم نعم احبابنا ما زلنا متواصلين مع بعض ان شاء الله بإذن الله الرحمن يعزبوكم الوسطة التعناليوم وتجربوهم وتنشحوا فيهم ان شاء الله يا رب سوف نستقبل بعض المكلمات الهاتفية عبر الخط إيدعة بويرة الجهوية 026-74-72-1919 مرحبا بكل مكلمتكم الهاتفية مرحبا بكل مكلمات الهاتفية مرحبا بكل مكلمات الهاتفية مرحبا بكل مكلمات الهاتفية ج Deutschland مراحبا بإذن الله مع العصر ملاحبا بكل مكلمة أيها المكلمة شكرا حبيبتي بارك الله فيك اختينا لا يعطيك صحة لا يعطيك صحة جزاك الله خيرا حبيبتنا امين يا رب العالمين ان شاء الله اختي الله يحفظك بارك الله فيك اجمعين ان شاء الله هي الغالية شكرا حبيبتي قلبي منذية صحة في طورك شكرا بالنيابة جزاك الله خيرا شكرا حبيبتنا يعطيك صحيحتك ان شاء الله صحة في طوركم ناس المدية وصحة صحوركم وصحة في طور كل الجزائريين حتى اللي راهم معنا في اللايب خارج البطن ابقى مع اخي ربح معليش مفيش مشكلة ابقى مع زميل ربح على الخطة الداخلي نعم بد ما تكمل مع زميل ربح باش نعود لها القلب اللوز قلب اللوز بالشوكولة يهبل انا اعجبني بزبزب وشهج رائع جدا لقلب اللوز وما يجي شخشين مع انت مكلة تعليه انا قلت يجي غير قيق ولا كونش الفقانية دريها لزام وضيفيلي ولا دريها رقائق الكوكوكي محبيتي لخطس بنين بل بزيف وعلى بالي تجربوه وهاب صبي حرام الشافو الغزلتة ان شاء الله بإذن الله انا قلت يجي ماغون عندكم يقولون لكم الدار احرقتوا قلب اللوز اتحرق الصحة والعافية هنا لازموندفيلة وما يكا مفلونكم كلش بسكن من تحت ماغون على الجل الكاكاو اكيد هو يجي هكذا خاصة اذا استعملت الكاكاو الأسود هذا الأسود سيبينه لك اتحرق ولا يخبعك في الطيابة تنزيون بسكن هو دائجة تدخلي الكوشة تشمي الريحة يجب ان تحرقه ومثل معيك 40 دقيقة ومن بعد تنحيه تتحمر الله الله يخرجه وشربه بشربة جربة اخفيفه نستطيع عن مقادير عن قلب اللوز اعطي مناسبة لكوشة اعطي شاشة كانت مكتوب في العلبة لكن كنت تفتحيها لا تجدها في رائعه وانا احبما ارتلتها سكر ندروها في البيتخة وركبتها يخلط السكر مع الشاشة نزيدها دكوية سوب الكاكاو زوج مهارف العشاء ملعقة فانيليا ورشة ملح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دعوه يخلط وزيد له كاس عمازهر وكاس عزيت يكونوا خلطين مع بعض وخلطه ملح هذه هي المقادير الوصفة للقلب اللوس بالكاكاو نستقبل المكالمة ونكمل طريقة التحضير بإذن الله نعم معي مكالمات فيها مرحبا مساء الأنوار مرحبا بك برك الله فيك سحر مدانكم برك الله فيك جزاكي الله خيرا يعطيك الصحة حبيبتي يعطيك الصحة حبيبتنا جزاكي الله خيرا ومرحبا بختي برك الله فيك جزاكي الله خيرا بإذن الله فيك جزاكي الله خيرا براك الله فيك جزاكي الله خيرا بارك الله وفيك جزاكي الله خيرا نفرغ الخليط الكاكاو نقوم بالظهر المغرف نغمسها فتفيت ونقوم بالسطح نقوم بالطبقة مليحة نقوم بالزامون ديفيلة أو الكوكاو إيفيلة ونطيبوها في الفرن درجة الحرارة 140 دقائق مدة الطهي تقريبا 40 دقيقة توجد الشربات ورطة على السكر الطرف الطرفية كرامل نضيف لوري ثلاثة الماء بعد مباشرة الغلايا نحسب 10 دقائق ثم نطفيه بعد 10 دقائق نضيف لوري ثلاثة مظهر هذه الشربات يجب أن تكون بردة لكي نوجدها بسرعة نضيف تحت القدرة ما بارد ومن ثم طيب القلب اللوز نشرب بالعقل لا نصبه مباشرة في منطقة واحدة يجب أن نصب الغراف ونبدأ نوزع في الشربات لا يجب أن نصبه تنسل هذه الطريقة الخاطئة ولا نفرغ بالقدرة يجب أن نرفضه ونبدأ نسقي فيك لا يجب أن نسقي في هذا تعطيك نتجة متساوية ويجب أن يشرب بالله الله عليه شهية طيبة بالتوفيق إن شاء الله تقدري حتى فلافينيسون كامل نضيف مزيج يجب أن نضيف مزيج ويجب أن نضيف مزيج لتبريق القلب اللوز نريد أن نقطع الحبات ونشاء الله نعود إلى أختنا طريقة القغاة بعد استقبال مكالمات أكيد ألو مرحبا لا بس مرحبا بك أختنا أهلا وزهلا لا بس الحمد لله رمضان كريم مرحبا بك ربي جزيج ربي جزيج لا دري كاستعزيت كبيرة كاستعينوك دري كاستعزيت وكاستع مظهر معلش مرحبا يجب أن تخبرك يجب أن تخبرك لا تخبرك لا لا تخبرك لأنه يتغير لون يجب أن تخبرك لا تقوم بس يجب أن تخبرك أخبرك أخبرك هناك طريقة تخدمي بها أيس كريم طريقة رائعة جدا لن أعلمها لك تولي الدارة ويسكر عندك البانان المليح أخبرك شكرا ربي حافظك إن شاء الله شكرا حبيبتي جزاك الله خير نكمل القغاطة ونقوم بالبانان هنا بالنسبة للقغاطة طيبة السيدة السلق بارك الله فيك السلق يجب أن يأتي حار في الهريسة ويأتي بالثوم نضع الملتعة من المدهوم بالمارغارين ونضربه لها نضع طبقة السلق لكن يضيف لها زوج بيضات لكي يأتي خليط جاري وكي تقراتينا في الكوشة نضع طبقة السلق فوق منها بخماج أو الروج لكي يأتي معلك ويأتي بني فوق الفخماج مباشرة أشياء ورمة طيبة تكون طيبة ومفتة هنا طيبة ومفتة لكن نضيفها بزوج بيضات نضيفها طبقة من الطبقة سيداتي لديك السلق من تحت وفوق منه الشوارما الطبقة الأخيرة هي طبقة رقيقة لابيوغي لابيوغي تكون بنينة بالخماج وفيها البيض كذلك سوي الطبقة كشورة كدري معنى تغطي بلاطون من فوق كامل ستشدك ورقة خرجهم خيوط وخطهم من فوق كالعش خبي كامل هذه البطاطا تتحصي على قراتة ولا أرواع هنا دخله مباشرة للكوشة حتى ينشف هذا الكغاتا بالتحت ويتحمر من فوق هذا الديول خرج دردر عليه شوية مع الدنوس قدميه للعيلة ويأكلوه ان شاء الله بالصحة والعافية المصر لنشف من الخطر ويأكلوه ستشفر سنقوم من فوق بلاطة سيأكلوه بلاطة بلاطة قطعهم وعصر عليهم القارس ودعوهم في سنيوه هذه سنيوه مدابية لا تكون لساق دعوهم في الكونجلاتير لابس يبسوا حجر الغدوة من ذلك وهما يبسين ترحيهم وهما يبسين هذا المخصول على البانان ترحيهم حتى طبيعات في الروبو وتولي معلكة تتحصي على آيس كريم نحي من الروبو عمر العلبة هذه كل العلبة يريد أن يراجعها للكونجلاتير يجب أن يقوم بالعقل بانان بمكون واحد فقط لا يوجد حتى إضافات هنا لديك البانان تعصر عليها القارس لكي لا يكحل ودعوه في الكونجلاتير يجب أن يبسح حجر لكي يترحي حتى هنا لنساعد الروبو نقطع قطع صغيرة الروبو يكون يرحي مليح عنده ليلام توقعه يبدأ يدور يبدأ يرحي يعلقه تتحصل عليهم معلك هذا العلق نتاعه هو آيس كريم ويبيض 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 ويقوم بالعقل على الروحك تأكل آيس كريم الموس بمكون واحد فقط شيء طيب بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا